اشتركوا في القناة وامر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجداً تابعاً لدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في مختلف المحافظات واشاد رئيس المجلس باهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى بدور العبادة وإعمار بيوت الله مثمناً امر سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق هذه الخطة من جانبه رفع السيد بريد بن سعيد المنصوري وأهالي منطقة جو أسماء آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يولونهم اهتمام كبير ببيوت الله عز وجل وإعمارها وتيسير أداء العبادات للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة